موسيقى مساء الخير سادت اليوم خلال ساعات النهار أجواء معتدلة أيضا ظهرت سحب متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والمناطق الوسطى بالنسبة لليلة يوم الأمس كان هناك في تساقط لزخات خفيفة من الأمطار في أجزاء من المناطق الشمالية وأجزاء أيضا من المناطق الوسطى هذه الليلة في العاصم عمان الآن تسجل 21 درجة مئوية وغالبا الأجواء الصافية الملموسة أيضا 21 ولكن هذه الليلة ترتفع نسبة الرطوبة بشكل واضح وملموس 81% سرعة الرياح 14 كم في الساعة واتجاه الرياح هي رياح شمالية غربية هذه الليلة من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بشكل واضح ولكن ترتفع نسبة الرطوبة أيضا بشكل واضح وملموس تواجد لسحب متفرقة إن كان في المناطق الشمالية أيضا المناطق الوسطى وحتى في المناطق الجنوبية منها طبعا المرتفعات الجبلية طبعا بالنسبة لدرجات الحرارة تتراجع شكل ملموس كما قلنا وتستقر في العاصمة عمان عند 16 درجة مئوية غدا درجات الحرارة بشكل عام هي أقل من المعدلات السنوية تقريبا من 3 إلى 5 درجات مئوية خلال ساعات نهار يوم الغد قد تشهد سماء المملكة في المناطق الشمالية تساقط بزخات من الأمطار أيضا تواجد لسحب متفرقة تبقى رياح نشطة تثير غبار وأترباء خاصة في المناطق الصحراوية إن كانت الجنوبية وأيضا الشرقية وهنا أرجو الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية درجات الحرارة في العاصمة عمان نتوقع أن ترتفع لتسجل 27 درجة مئوية استعراض سريع لدرجات الحرارة إن كان الليلة أو يوم الغد المفرق 16-28 في إربد احتمال غدا زخات محلية من الأمطار 26 رأس منيف أيضا نتوقع تساقق زخات محلية من الأمطار عجلون 26 في جرش 28 والزرقاء 18 إلى 29 درجة مئوية وأيضا ظهور لسحب متفرقة سويلح 24 أصلت 27 وفي الفحز من 17 إلى 27 درجة مئوية غرب عمان 25 شرق عمان 16 إلى 27 في درعلا 34 درجة مئوية البحر الميت ترتفع إلى 37 منطقة مطار ملكة علياء دولي 28 درجة وأدي الموجب 31 الكرك 25 أطفل 11 إلى 25 درجة مئوية في الرشادية رياح نشطة 23 كذلك الحال في الشوبك 25 في غور الصافي 37 درجة مئوية طبعا نشاهد أن درجات حرارة في بعض المناطق خاصة المرتفعات الجبلية الأجواء فعلا تميل للبرودة هذه الليلة خاصة من بعد منتصف الليل البتراء أجواء مغبرة 26 درجة مئوية كذلك الحال غبار في معان 29 درجة في العقبة 22 إلى 34 درجة مئوية في الأزرق وأيضا الجفر طبعا المناطق الشرقية تشهد رياح نشطة تثير غبار وأتربة بالتالي الأجواء مغبرة الصفاوي 32 درجة مئوية وكذلك الحال غبار في رويشة 18 إلى 33 استعارات سريع لدرجات الحرارة خلال يومين القادمين تبقى إذن هذه الليلة الأجواء من لطيفة إلى ماء البرودة غدا أقل من المعدلات من 3 إلى 5 درجات مئوية يوم الأحد أيضا من متوقع أن تشهد سماء المملكة خاصة في المناطق الشمالية يعني تساقط لزخات محلية يعني خفيفة من الأمطار وطبعا هناك تراجع على درجات الحرارة بشكل عام الأجواء ما بين معتدلة إلى لطيفة هذا مكان لدينا من الأخبار طقس والعودة إلى الزميلة هذه